على كلهم في ظل هذه المعطيات والتطورات أيضا الآتية من جانب إسرائيل نستضيف هذا المساء من بيروت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة لنناقش معه كل هذا المشهد دولة الرئيس مساء الخير أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة سأبدأ مع حضرتك بالمشهد اليوم إسرائيل من جانبها تقول أنها استهدفت مسؤولا بحزب الله بصيدة إلى جانب القصف المتواصل والعملية العسكرية التي لا تتوقف وبالمقابل لبنان وحزب الله داخل لبنان يقول أنه يهدد المستوطنات الإسرائيلية على الرغم من أنه لم يقصف أي مستوطنات جديدة فعليا ماذا يفهم من استمرار هذا المشهد حتى اليوم بهذه الطريقة؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الحقيقة أن المشهد يجب أن ننظر إليه ليس فقط من جانب الصورة اللبنانية والتي تبين أن الفريقين الفريق الإسرائيلي وفريق حزب الله كلهما مأزوم بما وصل إليه وهذه الأزمة تطاول أيضا الصورة على الصعيد الإسرائيلي الغزاوي والضفة الغربية بأن كل واحد من هؤلاء دخل في هذه المعركة ولم يكن له وضوح كامل كيف يمكن أن يخرج منها وبالتالي ما الذي هو ضروري من أجل أن لا يدفع بالأمور إلى أن تصل إلى نهايات لا يريدها ونرى الآن في خضم هذه الأحداث التي نراها في توسيع نطاق الهجوم على لبنان وبدأ يطاول مناطق عديدة في كل لبنان ليس فقط في منطقة الجنوب أو الضحية الجنوبية ولكن في مناطق أخرى واليوم وصل إلى حارة صيدة يبدو أنه استهدف أحد القياديين في حزب الله الحقيقة أن إسرائيل وصلت الآن إلى نقطة حتى بعد الانتصارات التي تقول أنها قد حققتها أنها فعليا لم تستطع أن تحقق أمرا أساسيا وهي استعادة الرهائن ولم تستطع أن تستعيد أيضا النازحين الإسرائيليين إلى قراهم في الشمال كما أنها لم تنهي حماس ولم تنهي حزب الله حزب الله من طرف تانية أنه تعرض إلى ضربات موجعة جدا ولكنه الآن عاد إلى أن يعمل بشكل عصائد ما يسمى كوماندوس أو عمليات عصابات وهذه هو يمتاز بها على أكس ما لجأ إليه خلال السنوات الماضية وانكشف في أنه تحول إلى جيش وبالتالي يمد أصابعه إلى المنطقة ككل في العراق وفي سوريا وفي لبنان وبالتالي أصبح مأزوما الآن وبالتالي هو يحاول أن يعود عن ذلك من خلال ما ينجزه الآن في حالة العصابات تقول حضرتك أن الطرفين مأزوما بوضع لبنان سواء حزب الله أو حتى إسرائيل ولكن بنفس الوقت هناك مخارج توضع على الطاولة رفضت مؤخرا من إسرائيل ولكن بنفس الوقت يتهم حزب الله داخل لبنان لأنه كذلك هو لا يستجيب للأصوات الداخلية لا من ناحية موضوع سلاحه ولا حتى من ناحية وقف الحرب ووقف المجازر التي تقوم بها إسرائيل بلبنان فاليوم في حلول على الطاولة هوكستين توجه إلى إسرائيل هل يمكن القول أن هذه الحلول مازال يمكن للطرفين أن يقبلا بها لوقف هذه الأزمة التي هما بها وأيضا كذلك لوقف هذه الحرب على لبنان فعليا إذا واحد يتطلع على الأمور بكل موضوعية بأنه عند إنجاز القرار 1701 في العام 2006 عندما كنت أنا رئيسا للحكومة المشكلة الحقيقية أن الطرفين أكان ذلك إسرائيل أم كان حزب الله كلاهما دخلا إلى هذه العملية ونيتهما أن لا يطبقان هذا القرار إسرائيل استمرت فعليا في اليوم التالي وقبل الرابع عشر من آب أنها أمطرت لبنان بملايين القنابل العنقودية وأيضا حزب الله عندما باشر عملية التنفيذ بعد الرابع من آب 2006 أنه لم يتقيد بما ينص عليه القرار 1701 إسرائيل استمرت في تحليقها في الجواء اللبنانية وهكذا مرت الآن ثمانية عشر سنة وبالتالي لم يطبق الآن يقول الجميع بأنه يريد أن يطبق القرار 1701 علما أن إسرائيل تحاول أن تضيف إلى ذلك بس حدرتك يعني لا تصدق أنه طرفين القرار 1559 نعم يعني إذا طرفان من اللحظة الأولى ملفزمة بالأسرائيل ما الذي سيدفعهما الآن للالتزام نعم طبيعي الآن الكل بعد أن ناله ما ناله من نتائج ما ناله حزب الله وما ناله لبنان من خسائر كبرى بشرية وتدمير وخسائر لا تحصى ولا تعد وما أيضا تتحرض له إسرائيل الآن في العملية البرية التي تقوم بها وهي مضطرة أن تستمر برغم من كل هذه الخسائر التي لا تستطيع أن تتحملها لذلك ما هو مطلوب له مطلوب أن يكون هناك جهدا متناسقا ومتضافرا على الصعود الصعود المحلية في لبنان من خلال رئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال من أجل فعليا الخروج بموقف يستطيعان به أن يبينا للعالم بأن لبنان سوف يلتزم به وذلك عندما نقول القرارة الأسلامية واحد نعني ما نقوله وليس من أجل أن نكسب أن نكسب كلاما من هنا وبالتالي لا نطبقه هذا الأمر ينطبق على إسرائيل هذا ليس الكلام الذي يتحدث به حزب الله أنتم تتحدثون من جهتكم حزب الله لا يتحدث عن هذا فقط حتى هلأ سوف ننقل أخبار عاجلة على ما يبدو واردة عن مصادر الحدث على أنه مثلا إصرار حزب الله على رابط مصير لبنان أو هذه الحرب بغزة هو العقبة الأساسية اليوم الموجودة أو واحدة من العقبات الأساسية الموجودة بمفاوضات الدوحة الجارية حول غزة يعني اليوم بالداخل اللبناني كل القيادات السياسية تتحدث عن 1701 أو حتى كذلك 1550 أو حتى اتفاق الطائف اليوم ترح بس لا أحد يرى أن حزب الله ما زال لا يتحدث عن هذا الموضوع ما زال يربط مصير لبنان بغزة ما زال يتحدث عن انتصارات على الأرض بيانات حزب الله تتحدث عن انتصارات وعن استهدافات قوية لإسرائيل نعم وذلك بنفس الوقت هو يحقق إنجازات على الصعيد المعارك البرية الآن ولكن كمان حزب الله مأزوم ليس فقط من الخسائر التي تعرض لها وتعرضها لها لبنان ولكن أيضا الوضع الداخلي في لبنان كمان مأزوم وبحاجة إلى رأب الصدع الذي يمكن أن يهدد بمخاطر كبرى على الصعيد الداخلي وأيضا هناك إشكالية أن الحزب عليه أن يعالج هذا الجو أي مخاطر دوت الرئيس الذي يطالب بأن يصار إلى الانتخاب ما هي المخاطر؟ المخاطر الداخلية على الصعيد الوضع الداخلي وضع الداخلي الداخلي في لبنان هناك تقريبا مليون بني آدم يلي هو اللبنانيين الذين هجروا من الضحية الجنوبية وهجروا من الجنوب ومن مناطق عديدة والذين هم منتشرون على كافة المناطق اللبنانية وهذا الأمر طبيعي يعيشون حالة صعبة ومزرية وهذا غير مقبول إنسانيا وبالتالي أيضا هم موجودون في مناطق عديدة داخل الأحياء اللبنانية التي هي أساسا مقتضة ولبنان كان يعاني من أزمة النازحين السوريين وكل يعرف أن لبنان كان يستطيف حوالي مليون ومثين ألف نازح سوري كل هذه العملية صحيح أن بعضا منهم عاد إلى سوريا وبعض من اللبنانيين ذهب إلى سوريا ولكن تبقى المشكلة كبرى على الصعود الداخلية اللبنانية وعلى الصعود السياسية لذلك هناك حاجة لما يسمى تزخيم العمل من قبل الرئيسين بري وميقاتي من أجل إنجاز هذا الموضوع حتما الآن كل ما نسمعه مش حيجي حزب الله يعلن الآن أنه وافق على هذه العملية بالتالي يجب أن تكون هذه العملية عم تتم بالمفاوضات من خلال هذا التواصل الذي نبغي أن يكون سريا إلى أن ينجز سمح لي بس هوني أتوقف عند الأخبار التي ننقلها الآن الأخبار العاجلة عن مصادرنا مصادر الحدث تتحدث عن أن اجتماع الدوحة ناقش بالدرجة الأولى وقف إطلاق النار في لبنان مش بس غزة ناقش بالدرجة الأولى وقف إطلاق النار في لبنان المصادر تؤكد أن موفدا قطريا سوف يتوجه إلى بيروت خلال أيام ليستمع إلى شروط لبنان ولينقلها للمعنيين مع الحديث كما قلنا عن أن إصرار حزب الله بحسب مصادر الحدث على تزامن وقف النار بلبنان مع غزة هو أبرز العقبات أمام محادثات الدوحة دولت الرئيس موفد قطري إذن بحسب مصادرنا سيتجه إلى بيروت هل تعتقد حضرتك أنه يمكن أن يحقق ما لم يحققه مثلا هوكستين ربما بس قبل أن أدخل بهذا الأمر كمان يعني يراودني كثير من القلق أن الأمور التي ظن البعض بأنه قد انتهت في الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الذي جرى وبالتالي بدت إسرائيل خلال 48 ساعة الماضية وأن هناك احتمالا الآن أن يكون هناك موقفا إيرانيا لمحاولة الرد على الرد هل ترد إيران في إشعال الجبهة بينها وبين إسرائيل مرة جديدة أم أنها ترد خلال أذرعها وأذرعها تمكن أن تكون من خلال لبنان وتكون لبنان الساحة الجديدة أيضا لهذا الصراع ما بين إيران ما لبنان ساحة أصلا دوت الرئيس إن الآن أيضا السؤال ليس بس رد على الرد هو السؤال أيضا كم إسرائيل ستكون مستعدة لحرب مفتوحة مع إيران وهذا ماذا سيعني أيضا للجبهات الأخرى بس اليوم نحن أمام أيضا انتخابات أمريكية قادمة هل تعتقد حضرتك أن المشهد الدولي يذهب باتجاه فعليا التوصل إلى تسويات قبل الانتخابات أو نحن أمام على الأقل أسبوع صعب حتى نصل إلى هذه الانتخابات من دون أدنى شك أن الجميع يريدوا طريقة من أجل الخروج من مآزقه الولايات المتحدة مأزومة بسبب الانتخابات وتريدوا أن تخرج بشبه انتصار أنها حققته بتهديئة هذه الجبهات إسرائيل كمان مأزومة بهذا الموضوع ولا تريدوا أن تصاعد إيران حتما لا تريد أن تصاعد لأنها مأزومة بالداخل ومأزومة في صراعية مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومأزومة من خلال أدرعها ومأزومة من خلال الهجوم الذي جرى عليها من قبل إسرائيل كل هذه المجموعة التي لها صلة بالأوضاع الجارية في الشرق الأوسط وصلت إلى نقطة يجب الخروج منها الآن الموفد القطري الموفد القطري أنا أعتقد أن لقطر دائما دور مقبول ومحبب وبالتالي يتوقع اللبنانيون أن تقوم بأمر في هذا الأمر هو إنشاء من أجل الموضوع أم أنت أيضا حزب الله من أجل موضوع إعادة إعمار في الفترة القادمة هذا هو مصدر قلق كبير عند حزب الله بالنسبة لأنه عندما يهدأ المدفع ماذا سيكون عليه كيفية معالجة نتائج هذه العملية فبالتالي هذه واحدة من الأمور إمكانية أن يصار إلى الإقناع بأن يصار إلى الذهاب على مسار الانتخاب الذي ينبغي أن يكون البارحة قبل اليوم بانتخاب رئيس جمهورية كذلك هناك استعصاء في هذا الأمر شكرا جزيلا لك هو في الوقع ما زال في كثير من الأسئلة للأسف انتهى وقت المقابلة ولكن لنا لقاءة أخرى دولة الرئيس فؤاد سانيورا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ضيفنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر